السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط لمدارس المتميزين والمتميزات شلونكم شاء الله تكونونوا بخير وصحة وعافية نكملوا ياكم المحاضرة السابقة نكمل تكملة حل التمارين من تمارين يميك شور of your understanding use the properties of operations to evaluate mentally طبعا سؤال الخامس وصلنا ما حلنا هذه المحاضرة هو six times twenty four طبعا هذا أحلى بمن أحلى بالdistrib نعم توزيع بالتوزيع توزيع الضرب على الجميع شو راح أحلى هذا طبعا راح نكتب ال six هنا times قوس اللي twenty four شون نكتبه نجزعه حاصل جمع twenty plus four ويساوي six times times twenty نضحهم بقوس زائدين six times four أيضا نخليهم بقوس هي هاي طريقة التوزيع توزيع الضرب على الجمع six نجيب فشي بي zero مثل ما قلت لكم سابقا حتى ضروا حتى بس بالضرب يصير سهل six times zero zero و six times two what twelve هنا plus six times four twenty four الآن قوم بعملية الجمع four plus zero four two plus two four والone ينزل كما هو طبعا إذا تريد تتأكد هو تقوم بعملية الضرب العامودي على الجهة بس هاي ما مطلوبة أحذر هاي للتأكد بك six times four what خليك تبهم هذا القلم تريد تتأكد بس تمسحهم أبد لا تخليهم six times four twenty four six times two twelve plus two fourteen إذن الجواب صحيح وتمسحها أبد لا تخليها ما يلدون بهذه الطريقة يردون يردوها بطريقة order operations properties of operations خواص العمليات وهذه الخاصية نستخدمها خاصية distributive طبعا سؤال السادس هنا حلينا وسؤال solve the problems ما للفش حلينا هنا وصلنا إلى سؤال think correct the mistake صحح الخطأ هيفا used استخدمت the properties of operations to the calculate mentally استخدمت خواص العمليات لتحسب ذهنيا six times براكت ten plus three so she wrote هي كتبة الناتج الجواب شوف جواب هذا السؤال شكتبت كتبة six plus ten times six plus three ومكملة الحل مالت هو ديقول determine the mistake of هيفا and correct حدد خطأ هيفا وصححها طبعا واضح خطأ هيفا هي هنا مستخدمة عملية الجمع داخل القواس وبين القوسين عملية ضرب بالعكس هنا يصير عملية ضرب وبالوسط عملية جمع عملية توزيع الضرب على الجمع اذا هنا شراح نسوي بهاي الحالة اذا بهاي الحالة شراح نسوي راح نصحح نكتب الصحيح يا هيفا انتي سويت بالعكس غلط الجواب راح نكتب لك الجواب الصحيح شوف six في times ten براكت راح أسوي قوسين هذا قوس وهذا قوس انتي خليت بالنص ضرب لا يعني هو بالنص تخلي جمع خليت داخل الأقواز جمع لا تخلي شنو ضرب فسكس تايم ويندي سكس تايم ثري ويساوي سكس تايم ثري سكستي بلاس سكس تايم ثري وات ايتين ويساوي نجمحهم عندك هذا ايت وعندك هذا سبين فسطلع 78 باعهم واتجوابش قدر مطلعين 44 خطأ هو 78 خلي نشوف بعدش عندنا طبعا هنا تمارين chapter test مثل ما قلت لكم كل موضوع نشرحه ونشرح امثلته ونشرح تمارينه 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 اي شي تعلق بهذا الموضوع راح نتكلم عنه وصلنا هنا ايضا تمارين chapter test 5 x 13 واضح هنا انه استخدم distributive اكتب 5 x 13 شون اكتب 10 plus 3 ويساوي نكتب هاي القوسين البنص plus داخل الاقواس time ونكتب 5 x 10 و 5 x 3 ويساوي 5 x 5 x 5 x 10 ويساوي 50 plus 5 x 3 15 15 هنانا اش راح يساوي نجمحهم 5 ويه 0 شنطيني 5 1 ويه 5 شنطيني 6 ويساوي 65 وتقدر انت تضربهم على جهة وطلع الناتج 5 x 13 اكيد يطلع لي هو 65 هو 65 يعني واحسة اني 5 في 13 اقول له طريقة سريعة اقول له 5 في 10 50 5 في 3 15 50 15 65 هم هذا القصد يردون قصدوا يقصد ذهني هاي السرعة 5 في 13 ما كان ما اضرب عامودي شاقول 5 في 10 50 5 في 3 15 نجمحهم 65 شوف هو بس احنا انت نسوي على الوراق يو ننتقل الى سؤال اخر سؤال اخر ايضا يقول واضح مما انه واضح بما انه هنا ثلاث اعداد اذا هذا السويسي في تجميعي الجميع تجميعي ومخليه لك على اول رقمين قوس على اول رقمين قوس شو راح اسوي انا راح اخلي على اخر رقمين قوس يعني هنا اين القلم اين هنا راح تصير سفنتين هنا راح تصير سفنتين بلاس هنا قوس ايت بلاس وات تو خليت القوس على اخر رقمين هنا اش راح اسوي السفنتين السفنتين تنزل كما هي بلاس اجمع الات ويت وشنطيني تين نجمع السفنتين ويت تين يطيني تونتي سفن استخدمت خاصية شنو العملية جمع عملية تجمع عملية تجميعية والضرب ايضا عملية تجميعية انطاني القوس على اول رقمين انا حول على اخر رقمين س transport يطاني القوس على اخر رقمين راح يجينا هى السؤال يضطيني القوس على اخر رقمين انا حوله على اول رقمين خلو نشوف بعد اش عدنا ادنى هذا الضرب عملية تجميعية لاحظوا نخليلي القوس على اول رقمين انا راح حوله على اخر رقمين خلو نجاوب هنا انا 13 ينزل كما هو هذا times نكتب ال 11 times 5 فخليهم بقوس هنا انا اش راح ينطيني 13 ينزل times 11 times 5 55 ما يحتاج قوس بعد 11 times 5 ينطيني 55 ويساوي 55 times 13 هنا انا تقدر تضرب على جهة وشوف اي قد يطلع الناتج 55 times 13 هنا انا 3 times 5 ينطيني 15 5 3 times 5 هم 15 و1 اه 16 زيان 0 ينزل وهذا واحد times 55 55 5 5 5 ينزل 6 ويال 5 ينطيني 11 هنا انا راح ينطيني 1 plus 1 plus 5 7 100 and 15 7 هذا هو استخدمت لعملية الضرب عملية الضرب عملية تجميعية مشعدنا بعد بسؤال الرابع من chapter test طبعا هذا distributive اصلا مطيق قوس جاهز مطيق قوس جاهز انت رأسا نسوي عليه الدستربيوتيف هذا هو القوسيا هذا البلس وهذا time وهذا time هنا 6 times 30 وهنان 6 times 3 6 times 30 لا 0 ينزل 6 times 3 18 يعني 180 plus 6 times 3 18 نجمح 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 ويا 0 8 plus 0 8 1 plus 8 9 وال1 ينزل استخدمت distributive هذا السؤال هنا السؤال الخامس من chapter 9 times 102 100 مو عبالك صعب لا سهل راح استخدم distributive هذا 9 وهذا times هنا نجيب قوس حاصل جمع عددين 2 من 100 and 2 شنسو شنو تتوقعون شنو تجزئ كون تجزئ بسيطة فالشي بي 0 نعم هو 100 100 plus 2 لا خوفك 100 1000 ما كان مشكلة هي الاصفارة راح سهل راح صير اصفارة هي سهل عمليات الضرب هناش راح نسوي نفتح قوسيا بالنصب plus هنا time هنا time هذا 9 times 100 وهذا 9 times 2 هنا شنطيني 9 times 100 اكيد 0 2 نزلون 0 هذا 0 وهذا 0 9 times 1 9 سهل شوف لاحظ شون سهل عمي تضرب 9 times 2 18 ويساوي نجي نجمع ال8 plus 0 هذا 8 ال1 plus 0 هذا 1 وال9 ينزل وتقدر تضربهم طوليا شنن هسوينا ضربنا mental math حسب البرابراتيس of operation واحس نيابة 9 في 102 شا قلاني 9 في 100 900 9 في 2 18 هو 900 9 18 هو هذا القصد وتقدر تضربهم طوليا يطلع نفس الناتج اذا تحب تتأكد السؤال السادس هذا واضح من شكله انه دع نستخدم 7 times 1 times 13 طبعا هنا القوس على اخر رقمين واضح 3 اعداد هاي تجميعية عملية الضرب عملية تجميعية بس هم خليلي الاقواس على اخر اثنين انا اش راح اسوي راح اخلي الاقواس على اول اثنين 7 times 1 times what 13 شفت خليت الاقواس على اول رقمين وراح اكمل ناتج القوس وبعدين اكمله ويا 13 7 times 1 what 7 times 13 ونجي نضرب 7 times 3 what 21 1 والرماين 2 7 times 1 7 plus 2 9 اذا الناتج يطلع 91 91 1 ناتج ضرب هذا السؤال استخدمنا العملية تجمع عملية عملية ضرب عملية تجميعية خلال القوس على اخر اثنين انا حولتهم على اول اثنين شوف قبل شوية وين هذا كان الضرب على اول قوس انا رجعتهم على اخر قوس فالناتج مالته هو 80 وان شاء الله المحاضرة الجاي راح تكون عن ال powers الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله المحاضرة الجاي راح نحكي عن ال powers وايضا نشرحها بشكل تفصيلي ونشرح كل امثلته ونشرح كل تمارينة وال تيس مالته و تيك مالته حتى تكون الصورة واضحة لك ان شاء الله اجبتكم المحاضرة نلتقيكم بالدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته